اشتركوا في القناة المدينة التي يتقاسم حضورها الحلم كما تتقاسم الحقيقة حضورها البهي ولكن المتحقق الواقعي لمدينة البصرة غير ذلك فالمدينة التي تعد واحدة من أغنى مدن العالم في الثروة البشرية والثروات الطبيعية تشكل اليوم مأزقاً أساسياً من مآزق العراق إنها العراق المصغر الذي يعيش غضباً موسمياً هو الغضب الصيفي ففي كل صيف للبصرة قيامة وهي القيامة المتكررة التي تعمل على أن تعيد الحياة للمدينة وتعيد الحياة للإنسان من أجل صنع مستقبل أبنائنا نفتح أفق البصرة لنسمع من أبنائها قولاً عنها فنحن في طريقنا إلى أربيل للمشاركة في معرض الكتاب كان واحداً من أهدافنا هو أن نتنعم بالماء الحلو في أربيل جئنا لأربيل ونحن نحتفل من أجل أن نحتفل بالماء الحلو لنستحم ونشرب ونقوي في ظل ماء حلو يمنح الحياة معنا البصرة الآن مدينة عطشة ومن المعيب أن تحيا مدينة كالبصرة المدينة التي عاشت أبداً على ضفة أكثر من ألف نهر تتفرع من نهرها الأم من شط عربيها الكبير تعيش اليوم حالةً مستمرةً من العطش وهي مشكلة طالما أجلت لسنوات حتى تفاقمت وأصبح صعباً حلها نفتح أفق البصرة لنستمع لصوت أبنائها يتحدث الأستاذ كاظم الحجاج الذي طالما تغنى عن البصرة وخجل أبنائها وطبيعة حياتهم وقد أضاءت شعره وحياته وهو الآن خير سفير يمكن أن يقدم كلمةً عن المدينة السلام عليكم وشكراً لحضوركم الكريم حقيقةً أنا فوجئت بهذه الجلسة بعنوانها يعني منذ الليلة البارحة لكن أنا قلت كل ما يجب أن يقال عن مدينة البصرة شعراً ولم أترك أي تفصيل من تفصيلات الحياة في البصرة شعراً أنا مضطر الآن أن ربما قد أكرر ما قلته أو بعض أو أكثر مما قلته في شعري لكن أولاً سوف أبدأ من العنوان أن تعيش في البصرة وأقول كلاماً خطيراً نحن أعني جيلنا عشنا في البصرة لكن ماذا بشأن أبنائنا وأحفادنا وهذا هو السؤال الموجه للدولة العراقية الخفية لحد الآن نحن عشنا سافرنا شاهدنا أفضل الأفلام السينمائية سافرنا إلى أجمل البلدان قرأنا أفضل الكتب لكن أبنائنا وأحفادنا لن يقرأوا أي كتاب ولن يشاهدوا أي فيلم سينمائي ولن يسافروا إلى أي بلد إلا بالهجرة وهذه مأساة الأجيال التي سوف تأتي في البصرة وفي العراق بشكل عام فمأساتنا إذن هي أن ما سيحدث بعد سنين هو مسؤولية هذه الدولة التي لها خمسة عشر عاما وهي تتأسس كل عام من جديد السؤال الخطر هو متى تستقر هذه الدولة لكي يطمئن الإنسان العراقي والبصري إذا كان الحوار عن السؤال عن البصرة يطمئن على مستقبله على الأقل هذا سؤال مترك لنا جميعا شعبا ومثقفين وقبل ذلك من هم أخذوا السلطة باستحقاق أو بغيره هذا جواب السؤال الأول شكرا يأخذنا الأستاذ كاظم الحجاج لمستقبل المدينة في اللحظة التي نعمل على فهم الحاضر فيها من أجل تبين الخلل الذي أوقعنا بقسوة متكررة ندفع ثمنها أرواحا غالية كل عام البصرة اليوم مدينة مفترضة مدينة خيالية أكثر منها مدينة واقعية فالمدينة الواقعية إنما تتأسس على ركائز مدنية قادرة على النهوض بها ولكن الحقيقة غياب هذه الركائز أدى إلى غياب المدينة أدى إلى فورة مستمرة كل عام بما يمكن أن نسميه بالغضب الموسمي عن هذا الغضب وعن فعل الثقافة اليوم يحدثنا الناشر والمكتبي الأستاذ فارس الكامل مساء الخير على الجميع أشكر حضوركم جميعا بالحقيقة يعني بعد يعني عمري هل سانة 45 سنة أنا بديت بالرابع ابتدائي مع الحرب حرب عراقية إيرانية لحد الآن أنا في حالة حرب بصراحة يعني فبعد هذه التجربة مع الحروب ومع مدينتي البصرة تحديدا واللي خاضتها مجموعة حروب يعني بالنيابة أو يعني على التماس المباشر مع حدود الدول الجوار اللي يعني خضنا معهم الحرب توصلت القناة أنه الحياة يعني كل حياتي هي عبارة عن مشروع فردي يعني أنا طول هذه السنين كنت أكيف حياتي ويا ظروف مدينتي فخلقت عالمي الخاص اللي هو يعني مفترض وسحري ويعني خيالي وكنت يعني مرتبط بهذه المدينة حتى خلال سفرات يعني هجرتي عنها سواء سكني في بغداد مدة طويلة أو هجرتي خارج العراق وبقت هذه المدينة تمثلي شيء يعني يعني أحاول أحقق أحلامي من خلالها وفعلا اختارت لحظة سيئة قد تكون وهي تقريبا ما بعد الحرب الطائفية في العراق أني أعود للمدينة وأحقق فتشيء لها هذا صار بافتتاح شارع الفراهيدي اللي هو الشقيق الأصغر الشارع المتنبي من أنا من هذه اللحظة بدأ حلم حلم جديد للمدينة أنا صنعته بدون أي مقومات شنت أسترجع يعني خبرتي بشارع المتنبي والكتب وكذا حطيت كل خبرتي هذه بمدينتي فيعني المدينة البصرة أعتقد هي الوحيدة اللي تقدر تحقق أحلامه فبديت بدار نشر كونته بالبصرة بجهد فردي يعني مع المدينة هذه الخريبة اللي تشوفوها أنتم أنا اعتبرها أجمل مدينة قد أتخيلها أنا أشوف أنه يمكن مع كل كتابة نشرة ممكن تموت عشر نخلات بنفس اللحظة عندي ذكريات مع هذه المدينة يعني ما أقدر أوصفها شلون دكتور وأنت حاضر على تجربتي يعني يعني مثلا أنا والدكتور عندنا تجربة أنه مثلا عندنا بشارع الفراهيد عندنا مشكلة قد تكون من أبسط نتمتع بالماء الحلو مثلا تخيلوا هذا المطلب البسيط اللي هو يعني أي واحد يقدر يحصل عليه المفروض يعني حق طبيعي يعني بالعراق بالعراق تزوج من عراقية تعرفت عليه وربطتني علاقة صداقة بي فاليوم بلحظة صفاء قاعدين أنا يانسولف هو يعني صارت عنده أحوال زينة وكذا وبنى أسرة جميلة وناجح بعمله في لحظة صفاء قال لي فارس أنا هذي كلها ما لها طعم قلت لشلون أستاذ قال لي أنا نجاحي بعيون أحبائي يعني أنا نجاحي كلها بعيون أهلي في مصر فأني بهذا اللحظة كل شي يعني بقت بالذاكرة فأنا سافرت خارج العراق وحققت يعني نجاح في دولة شقيقة ولكن ما ما لقيت يعني هذا نجاحي بعيون أحبائي فأعتقد أنا يعني عودتي للبصرة وتأسيسي لدار بنشر وتأسيسي للمكتبة وخدمة الكتاب في بدينتي ونشر لكتابها يعني هي هذه لحظة فرحي الحقيقي بعيون أحبائي وأشكركم هذا المدخل هذا المدخل للأستاذ كاظم الحجاج ولفارس الكامل ينطينا التصور عن طبيعة هذه الندوة فالأستاذ كاظم الحجاج مشروع متحقق في الثقافة العراقية منذ السبعينيات فضلاً عن دوره معلماً حاضراً فاعلاً في مدينة البصرة منذ ما قبل السبعينيات وفارس الكامل بوصفه مشروعاً راهناً يعمل على أن يحقق ذاته وفي تحقيق ذاته يسعى لأن يخلق صورة جديدة لمدينته من هذا التصور نرجع الأستاذ كاظم الحجاج فانسأله فكرة الخوف من مستقبل المدينة أو الخوف على مستقبل مدينة البصرة هل يشكل غياب المؤسسة بمجمل أشكالها بمختلف أشكالها أنصراً فاعلاً من عناصره طبعاً الخوف هنا خطورة الخوف عندما يكون عن حياة الناس في المدينة وليس عن رفاه الناس حياة الناس مهددة بالخطر الآن أنا قلت مرة في إعداء قصائدي قبل عامين أو أكثر أحد المرابد السابقة وكان رئيس مجلس المحافظة موجود في القاعة قلت معلومة وهي أن في الكويت عائلة مشهورة معروفة بعائلة الشطي الشطي منهم المشرحي المشهور فؤاد الشطي ومنهم المذيع الكويتي التلفزيوني ماجد الشطي هذه العائلة أخذت لقبها من شط العرب لأن الكويتيين منذ مئة عام كانوا يأتون بزوارق مبطنة وينقلون الماء من شط العرب إلى الكويت والذي يبيع الماء في الطرقات الكويتية سابقا كان يحمل قربة وينادي شط 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 ولذلك لقب بالشط أيضا معلومة هي أن بعض شيوخ الخليج القدامى قبل ظهور النفط بشكل خاص شيوخ الإمارات بعضهم قبل أن تتوحد الإمارات كان كل واحد منهم يرسل دورق فخاري مع السفن القادمة إلى البصرة واسمه على هذا الدورق لكي يعودوا إليه بماء من شط العرب هذا الماء خاص لضيوفه يصنع منه القهوة للضيوف الخاصين من ما شط العرب هذا عندما تكون التحدي هو في حياة الإنسان الذي يعيش العراق كله من سوائله التحتية يعني النفط وهو لا يملك ماء يعني المشكلة أشبه بالكوميديا أنا قلت أن العرب والمسلمون سابقا كانوا يقرؤون صلاة الاستسقاء يصلون صلاة الاستسقاء يطلبون المطر إذا لم ينزل المطر فهي المسألة محرجة في البصرة أقول لكم معلومة هي أكثر خطورة ماء البصرة أزمة ماء البصرة هي ليست من إيران وتركيا فقط وليست من احتباس المطر لخمسة سنين بل هي أيضا من تركيا من إيران من الناصرية ومن العمارة هذه المحافظات أصبحت دول مستقلة لها مجالس ولها حكومات ولها ميليشيات ولها أغنياؤها ومتنفذوها وهؤلاء لهم مزارع أسماك ولهم مزارع للخضروات وإلى آخرها فيحبسون تقريبا ثلث ماء البصرة يديرونه إلى مزارعهم في الناصرية وفي العمارة إضافة إلى احتباس ماء المطر واحتباس سدود الجيران هذه المشكلة المخيفة يعني الخطورة على المستقبل وليس لنا دولة مركزية قوية تستطيع أن تخضع هؤلاء المحافظين أو أصحاب مجالس المحافظات لأن يتركوا الماء يصل إلى هذه المدينة هذا حديث هذا تشخيص لن نسمعه خارج هذه القاعة خارج هذا المكان حديث يضم صوت التجربة للإنسان أكثر منه حديث اقتصادي اجتماعي سياسي في البصرة دولتان دولة نهارية هي دولة السلطة ودولة مسائية بكل أسف هي دولة العشيرة التي تتقاتل فتقطع طريقا رئيسا أو تقطع شريانا أساسيا للسقي أو تقطع سيرة مؤسسة مثل مستشفى في ضوء فكرة الدولتين نسأل فارس الكامل كيف بإمكاني مشروع ثقافي صغير مثل دار المعقدين للنشر أن يحقق مفهوم المدينة أن يعيد إنتاج مفهوم المدينة في ظل قوة العشيرة وتمكنها وحضور كل مفاهيم كل تمثلات ما قبل الدولة شكرا دكتور بالحقيقة يعني أنا يعني كل يوم أقدح شرارة في عقل شاب ما من خلال تعثرة في مكتبتنا مثلا أعرض عليه كتاب قد يغير حياة هذا الشخص وحده من تجاربي بشارع الفراهيدي فادمرأ وشباب اثنين فيعني ما انتبهت عليهم واحد منهم سرق كتاب لبرتراند رسل الفيلسوف الإنجليزي فأنا بصراحة يعني مرجعت البيت كتبت بوص طويل بالفيسبوك شافوا أصدقائي أنه أنا فرحت لهذه الشرار التي ستقدح في عقل هذا الشاب يعني أبدا ما زعلت أنه سرق مني هذا الكتاب ولكن أنا متأكد مثل هذه الكتب قد تغير أفراد ومن ثم عائلات قد ينشأ تنشئ سليمة هذا الشاب اللي يقرأ بيرتراند رسل مثلا فأنا أمشي موازي بين الدولتين دولة النهار والليل أصنع دولتي الخاصة بطريقتي صحيح نسمتنا صغيرة ولكن تأثيرها أعتقد بعد فترة يكون شبير يعني فدوري يعني البسيط اللي أنا أحبه وأمارسه كل يوم لمدة اثناء الساعة هو من خلال قدح هذه الشرارات في عقول هؤلاء الشباب يجي ما يعرف يشيري ما يعرف يقرأ يقرأ قراءات سطحية أدلي على أوائل خيوط الأشياء اللي ممكن تغير حياته وأمن بهؤلاء الشباب نحن بالحقيقة يعني وما نئس يعني هو مجرد أن يخلق عالم المستقل اقتصادي ويخلق أفكار الخاصة راح يكون أسرة سليمة بعيدا عن أي انتماء عشائري أو حزبي أو ميليشياوي ربما القيمة الأساسية والفاعلة لمثل هذه الندوات هي بما تنتجه من حوار بينكم وبين الضيوف فالآن نفتح باب الحوار لعلنا ننتقل بالفكرة إلى مجال أوسع السلام عليكم تحية خاصة إلى الأساتذة والأدباء في البصرة البارزين وهم أيضا الحريصين على المجتمع البصري أنا عبد السيد مهدي الحسيني مولود في الحلة ومن أهالي الحلة لكن لحياة خاصة في البصرة وأعرف البصرة عن قريب فأساتذتنا على الرغم من نشاطهم البارز لكن أيضا نحمل عتب على البصريين لأن الشخص اللي ما يخجل منك المفروض ما تخجل فهم البقرة الحلوب لكل شعوب وهم الحياة البصرية والبصرين بالذات يعرفون أنهم أي إنسان من أي بقعة من الأرض يعيش كأنه عايش في بلده فهو بلد التاخي بلد المحبة بلد البسطاء بلد هذه كل الصفات لكن لا هذه لا تسمح لهم أن يتغاضوا عن أبسط حقوقهم فأجيب مثل بسيط أنه المظاهرات ساحة 14 تموز أو ساحة الحرية الأشخاص اللي طلعون بها أشخاص معدودين من الملايين اللي موجودين بالبصرة والناس تنهب بأموالهم وثرواتهم ومثل بسيط قرب شركة النفط الوطنية يمر نهر يسمونه في البصرة معروف النهر الخايس نتيجة القاذورات اللي تشمر به ولحد يدير لهم بال به أيضا هذا النهر يصب في نهر العشار ونحن نعرف الأستاذ علي العظب اللي كتب قصيدة يا أبو بلم عشاري هذا النهر أيضا شوهو وانتهى وكثير كثير من المعاسي التي تمر بأهالي البصرة لكنهم شبه في سبات ما عدا بعض الأصوات هنا وهناك وهي لا تجد آذان صاغية لهم لدى الناس التي فقدت ضمائرها وشكرا شكرا إليك تفضل دكتور عمار أهلا بالأساتذة الكرام وأبتدئ بأستاذنا الشاعر الكبير أستاذ كاظم الحجاج أخي وصديقي ورفيق عمري دكتور لؤي الأستاذ فارس كانت فرصة طيبة للتعارف أود أن أطرح أزمة الشخصية التي ربما تكون موضوعية في الوقت نفسه وتشتركون بها معي سؤال اليوم عن الثقافة سأستطرد قليلا ولكني لن أطيل بالتأكيد أنتجت ثقافة التنوير مع نهاية الدولة العثمانية ثقافة أسهمت لنتحدث عن العراق أسهمت في بناء الدولة العراقية الحديثة في العشرينيات من القرن الفائت حزني أو إحساسي باللا جدوى هو هل كانت الثقافة منذ ثلاثينيات القرن الماضي إلى أن جرى ما جرى ثقافة عاجزة قاصرة والدليل حصول ما حصل رجعنا من تلك الدولة إلى مجموعة من البشر تعيش على بقعة أرض سادت القبيلة مرة أخرى وسادت الأحزاب مرة أخرى وسادت الميليشيات مرة أخرى وتحولنا إلى ما يشبه الغابة أين ذهبت تلك الثقافة التنويرية أين موجة الستينيات والسبعينيات هل القصور في الثقافة نفسها أم أن القصور في من ظننا أنهم مثقفون وما نحن فاعلون اليوم أزاء ما يجري بوصفنا مثقفين شعراء ساردين فنانين إلى آخره شكرا شكرا لهذا الطرح الذي استمعنا إليه حول الأوضاع في البصرة لدي سؤال مهم جدا قبل هذا السؤال أتمنى أن يكون ما هو العلاج أو ما هي الأساليب التي يمكن لها أن تتجاوز هذه الأوضاع في البصرة السؤال هو هل تقع المسؤولية فقط على الميليشيات والدولة أم أن الشعب البصري هو مسؤول بشكل أكبر مما وقع عليه لأن ما حصل في البصرة لمدة 15 عام من قبل الشعب البصري جاء بقيادات دينية متطرفة حتى هذه اللحظة وآخرها كان ما سمعناه من فوز قائمة الفتح بنسبة عالية جدا في محافظة البصرة هذه المشكلة هي هنانا المشكلة أستاذ لماذا يلجأ البصري إلى هذه القوائم في وقت سابق كان البصري يحظى بثقافة وإدراك ووعي من هو المسؤول عن وصول المجتمع البصري إلى هذه الحالة هذه الحالة يجب أن ينتبه إليها وأن يتحمل الشعب البصري مسؤولية ما يحصل عليه الآن لأنه هو الذي جاء بهذه المجموعات وصلطها عليه وشكراً التظاهرات وأين ثقافة التنوير أو أين حصيلة ثقافة التنوير والسؤال الثالث ما علاج الأوضاع في البصرة فنسمع تصور كل من الأستاذين ونعطي المجال أولاً لأستاذنا كاظم الحجاج طبعاً إذا أردنا مسؤولية أهل البصرة أنا سأقول لك أستاذ أن الإنسان العراقي بشكل عام قد انتكس وتراجع منذ عشرين أو ثلاثين عاماً ثمان سنوات حرب كفيلة بأن تدمر أكبر بلد بالعالم وثلاث عشر سنة حصار كفيلة بأن تجعل أي إنسان يهتز يعني يفقد حتى مكونات الإنسانية هذه المقدمات التي أعطت هذه النتائج أنا أحياناً أقول حتى هؤلاء الذين جاءون المتدينون أو جماعة الإسلام السياسي هؤلاء وجدوا الأرضية ممهدة له وجدوا علماً مكتوب عليها الله أكبر وجدوا حملة إيمانية قبلهم فإضافة إلى أنهم غير محتاجين إلى أن يبتكروا شيئاً جديداً ثم المسألة الأكبر هي أن التربية المدرسية قد تراجعت بعد الحرب العراقية الإيرانية وبعد الحصار إلى درجة مرعبة يعني دور المدرسة ودور المعلم ودور الأب وإلى آخره هذه تراجعت كاملة كفيلة بأن تهدم أرقبلت في العالم لكن هل نيأس يعني إذا شخصنا هذه المقدمات الخطيرة لا لكن هل بأيدينا شيء نحن أعني المثقفين والمتنورين والعلمانيين وإلى آخره هل بأيديهم شيء يستطيعون أن يغيروا أو يخففوا هذا الخراب هذا السؤال متروك لنا جميعاً وليس لأهل البصرة نعم شكراً نسمع تصور الأستاذ فارسي كامل بالنسبة للبصرة يعني هي معروفة مدينة ثروة كبيرة فهي صارت يعني محل استقطاب للمحاولات المجاورة وهي باستطاعتها أن تستوعب كل هذول وتدمجهم فيها بشكل طبيعي وكأنها يعني مثل ما تسوي الدول الأوروبية تدمج مهاجريها يعني فهوية البصرة وملامحها ضاعت مع هذه الهويات زائداً يعني هذا يعني هو سلبي وإيجابي يعني إيجابي من ناحية الأيدي العاملة أو كذا وسلبي من ناحية أريفة المدينة وضياع هويتها يعني فمن هم أهل البصرة هما أصلاً يعني هي مدينة تستوعب الجميع وتدمج الجميع وما لها وجه واضح المدينة فمن هم أهل البصرة يعني أنا هذا سؤالي بالصراحة يعني كل من يؤمن حياته بطريقة يعتقد أنها مناسبة وشق طريقة يعني أنا أحكي لكم أشياء يعني ممكن هي مسلية وساخرة يعني يعني أنا مثلاً بالتسعينات كنت شاب يعني مراهق عندي حبيبة فكنت أروح عندي سيارة بسيطة هيج فكنت أروح بيتهم فكانت عندي مشكلة بالذهب إلى بيتهم هي الطسة اللي أطسها قبل لا أروح لبيتهم هذه الطسة موجودة لحد الآن يعني تخيلوا عمرها من التسعينات يعني فمثلاً وأكو أشياء يعني بعد أكثر أكثر سخرية وأكثر يعني فد واقعية غريبة يعني سحرية مثل ما يقولون أكو طسة جديدة صارت أنا أحبها وأروح أطس بيها كل يوم هي طسة التائرات اللي حرقوها المتظاهرين مثلاً عندي علاقة جميلة معها كل يوم أروح أطس بيها متعمد يعني تخيلوا فهاي مدينتنا عمليتنا خربانة وإحنا نخلق حياة جديدة بها يعني شكراً لو كان اليأس قد تسلل إلى نفوس الشباب هل رأينا تظاهرات سنوية هل رأينا موسماً للغضب لا طبعاً طبعاً يعني طاقة اليأس هذه فجرة الثورة هي بالحقيقة يعني يعني إحنا مع اشتداد يعني هو حتى الثورات يقولون تصير بتموز يعني يعني معروف عن العراق يعني فجزء من ثورتنا هو الحر يعني القاتل يفجر طاقة اليأس ويضاعفها طبعاً فإحنا النموعد يعني سنوي يعني يعني حتى لو الأمور تعدلت بعد خمسين مليون سنة ضوية ممكن نطلع ثورة على أنفسنا يعني إن أبسط تفكير بحاضر البصرة يحيلنا على نحو المستقيم للمشهد العراقي الكبير فالبصرة هي العراق الصغير عراق الثروات المهدورة عراق الأمل المؤجل عراق المستقبل الذي ما زال مضبباً نعمل على رؤيته ونفكر بما هو أفضل دائماً شكراً لكم ونتمنى أن يتجدد هذا اللقاء شكراً